السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإزايكو حبيبي يا رب كلكم طيبين وبخير وأهلا بكم متابعيني في كل مكان أنا مروة ظهرة إن شاء الله النهاردة هقدم لحضركم فيديو خاص بالصف الرابع الابتدائي امتحان النهاردة في مادة الدراسات الاجتماعية الأظهر الشريف هحيل معكم بمنتهى البساطة قبل مبدأ الفيديو باتمنى لو بقدم لحضركم معلومة بسيطة قلوكوا تدعموا الفيديو بأكبر عدد من اللايقات والتعليقات وشرفوني بالاشتراك في القناة وفعلوا الجرس على علامة الكل علشان يوصلوكم أشعر بالفيديوهات الجديدة لأنا هنزلها إن شاء الله تابعوا الفيديو للآخر واستفادوا من كل الأسئلة اللي جات في الامتحان الدراسات النهاردة أول سؤال بيقولي أكمل كل عبارة من العبارات التالية بكلمة مناسبة تقوم مصر حاليا بالتعداد السكاني كل عشر سنوات سؤال بسيط جدا وأنا قلت لكم من أهم الأسئلة تقوم مصر حاليا بالتعداد السكاني كل عشر سنوات يقوم مجلس النوات بسن القوانين في الدولة لازم تكونوا عارفين اللي بسن القوانين في الدولة هو مجلس النوات وسؤال مهم جدا يقوم مجلس النوات بسن القوانين في الدولة تعد محافظة المينيا أعلى محافظات مصر من حيث الأمية أعلى محافظات مصر من حيث الأمية يا محافظة المينيا تعالوا نتنقل على السؤال الثاني تخير الإجابة الصحيحة لكل عبارة مما يلي بيشتهر سكان مدن القناة بالأغاني المرتبطة بآلة السمسمية بيشتهر سكام مدن القناة بالأغاني المرتبطة بقالة السمسمية وخليكم مركزين في السؤال ده السؤال التاني تقع منطقة وادي الحيتان في محافظة الفيوم منطقة وادي الحيتان موجودة في محافظة الفيوم السؤال التالي تعده مصر أول دولة عربية وإفريقية أنشأت مترو الأنفات بتعد مصر أول دولة عربية وأفريقية أنشأت مترو الأنفات وتعالوا على السؤال التالي بيقول لي ضاء علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة تتمثل السياحة الطرفيهية في زيارة الأماكن التاريخية والثقافية طبعا الإجابة خطأ السياحة الطرفيهية بيكون متمثلة في زيارة الأماكن الطبيعية والشواطئ الخلابة أو المدن الشاطئية زي الغرداء أو شرم الشيخ ودهب ورحلات السكاري تعالوا رقم 2 بيقولي تأسست منظمة اليونسكو عام 1945 لإرساء استلام ونبز القراهية والعنف طبعا الإجابة صحيحة السؤال التالي بيقولي يعد بناء الأهرامات أكبر نقلة حضارية في تاريخ مصر وشاهدا على عظمة المصريين قدماء الإجابة صحيحة تعالوا على السؤال التالي وهو أسئلة مقالية بقوا الأسئلة المقالية لازم تهتموا بها شوية بيقولي ما المقصود بالسلطة القضائية السلطة القضائية لازم يجلكوا سؤال عليها في الامتحان السلطة القضائية هي سلطة مستقلة تتولاها المحاكم المتنوعة ومهمها إصدار الأحكام في ضوء القوانين ليسود العدل تاني تعريف السلطة القضائية بالراحة هي سلطة مستقلة بتتولاها المحاكم المتنوعة ومهمها إصدار الأحكام في ضوء القانون ليسود العدل تعالوا على السؤال التالي بيقولي بما تفسر خطورة مشكلة الأمية على الفرد والمجتمع أنا هقولي أن الأمية بتقلل الأمية من فرص الحصول على عمل مما يؤدي إلى انتشار البطالة والفقر وانتشار الجهل والخرافات بين الناس تاني خطورة مشكلة الأمية على الفرد والمجتمع الأمية بتعمل إيه؟ أنت هتقول بتقلل الأمية من فرص الحصول على عمل مما يؤدي إلى انتشار البطالة والفقر وانتشار الجهل والخرافات بين الناس تعالوا كمان بعد كده اخر سؤال في الامتحان بيقول لي اذكر اهمية النقل الجوي انا هقول ان النقل الجوي ده بيستخدم في نقل البضائع والركاب والبضائع سريعة التلف نقولي الاجابة تاني بيستخدم في نقل الركاب والبضائع سريعة التلف سؤال مهم يركزه علي برضو وده كان امتحان من الامتحانات اللي جات النهاردة في الازهر تعالوا نشوف الامتحان التاني والامتحان التاني اسهل منه كمان بيقول لي فيه اجب عن الاسئلة التالية السؤال الاول اكمل العبارات التالية بوضع الكلمة المناسبة بيعد الجهاز المركزي للتعباء العامة والاحصاء المسؤول عن اجراء التعداد السكاني سؤال مهم برضو لازم تركزوا على درس التعداد السكاني او الدرس لازم يجيلكوا عليه السؤالين في الامتحان يعد الجهاز المركزي للتعباء العامة والاحصاء المسؤول عن اجراء التعداد السكاني رقم اثنين يتولى رئيس الجمهورية الرئاسة عن طريق التصويت له في انتخابات عامة سؤال مهم برضو يتولى رئيس الجمهورية الرئاسة عن طريق التسويت له في انتخابات عامة احفظوا الأسئلة بإيجابتها معايا السؤال التالي تقع منطقة وادي الحيتان في محافظة الفيوم ولو خدت بالكم جي برضو في الامتحان الإسان لأيلا في الامتحان اللي قبله بتقع منطقة وادي الحيتان في محافظة الفيوم تعالوا نتنلع على السؤال التاني والسؤال التاني أسئلة بما تفسر بيقول لي اعتبرت اليونسكو اليوم السامن من ستمبر من كل عام هو اليوم الدولي لبحو الأمية ليه اشمعنا انت هتقولي الإجابة بهدف تنمية الوعي الدولي بأهمية محو الأمية ليه اشمعنا اليونسكو اتخذت من يوم 8 من ستمبر من كل عام هو اليوم الدولي لمحو الأمية اشمعنا اليوم ده انت هتقولي الإجابة لتنمية الوعي الدولي بأهمية محو الأمية لتنمية الوعي الدولي بأهمية محو الأمية تعالوا نشوف السؤال التاني بيقول لي في بعض الأماكن الأسرية لا يفضل استخدام ضوء فلاش القاميرا عند التقاط الصور أنت هتقول لأمنى ضوء فلاش القاميرا له تأثير سلبي على الأثر لأمنى بيكون ضوء فلاش القاميرا ده له تأثير سلبي على الأثر أنت ممكن تقول لأمنى له تأثير سلبي على الأثر أو ممكن تقول لأمنى ضوء فلاش القاميرا له تأثير سلبي على الأثر برحتة تعالوا نلعى السؤال التالي بيقول لي يعاني سكان الريف من انخفاض مستوى المعيشة ليه سكان الريف يعاني من خفاض مستوى المعيشة انت هتقول بسبب نقص فرص العمل وبسبب قلة الخدمات او ممكن تقول بسبب كلة الخدمات ونقص فرص العمل بسبب نقص فرص العمل وكلة الخدمات علشان كده بيعانوا من خفاض مستوى المعيشة تحالوا نتنيل على السؤال الثالث والسؤال الثالث بيقول لي اكتب كلمة صواب امام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ امام العبارة الغير صحيحة قامت الدولة بتطوير مصار العائلة المقدسة الذي يقع في حي بلاء طبعا الإجابة خطأة رقم اثنين بتتمثل السياحة العلاجية في زيارة الأماكن الطبيعية الخلابة طبعا الإجابة خطأة دي اسمها السياحة الطرفهية اللي بتتمثل في زيارة الأماكن الطبيعية الخلابة رقم ثلاثة بيقولي السكك الحديدية المصرية تعد أول خطوط للسكك الحديدية في إفريقيا والشرق الأوسط الإجابة صحيحة وجملة تركزوا عليها بتعد السكك الحديدية المصرية أول خطوط للسكك الحديدية في إفريقيا والشرق الأوسط والثانية على مستوى العالم بعد المملكة المتحدة ورقم اثنين على مستوى العالم بعد المملكة المتحدة والسؤال مهم جدا السكك الحديدية المصرية تعد أول خطوط للسكك الحديدية في إفريقيا والشرق الأوسط والثانية على مستوى العالم بعد المملكة المتحدة تعالوا نتنقل مع بعض على آخر سؤال والسؤال الرابع بيقولي اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس يستخدم النقل في نقل الركاب والبضائع سريعة التلف طبعا النقل الجوي النقل الجوي بيستخدم في نقل الركاب والبضائع سريعة التلف هتختاره النقل الجوي رقم اثنين تم إنشاء متحف السيرة الهلالية في محافظة إنا للحفاظ على هذا التراث والسؤال ده والله لازم يجيلكه في الامتحان تم إنشاء متحف السيرة الهلالية في محافظة إنا للحفاظ على هذا التراث سؤال مهم. آخر سؤال معايا بيقولي. توجد قلعة صلاح الدين في جزيرة فرعون في مدينة طبا بمحافظة جنوب سيناء. والسؤال مهم برضو. توجد قلعة صلاح الدين في جزيرة فرعون في محافظة في مدينة طبا بمحافظة جنوب سيناء. والسؤال المهم ركزوا عليه. ده كده حلقت معاكم الامتحنين بمنتهى البساطة. يربكم بقدم لكم معلومة مفيدة. دعواتي لكم جميعا حبيبي بالتوفيق والنجاح. كنت